ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله إن الحزن والدهشة هي المشاعر التي تغزو المرأة أمام تعرض قاصرين مغاربة لم تتجاوز أعمارهم 18 رابعا للسجن بسبب تدوينات في شبكات التواصل الاجتماعي أو ترديد أغاني وهي حالة أيوب محفوظة المحكوم في مكناس بثلاث سنوات وحالة حمزة أسباعر بأربع سنوات في مدينة العيون واعتبر الأمير أن الأحكام بسبب حرية التعبير تعد اعتداء أما في حالة القاصرين فقد وصفها بالإعدام في إشارة لحالات الاعتقال الجديدة التي تم تسجيلها في مدن عدة ووصف الأمير مولي هشام محاكمة مواطنين لا يشكلون أي خطر على أمن البلاد بالإزدواجي الغريب في انتقاء الأحكام في مقابل ما وصفه بتغييب محاكمة قضايا الفساد التي هي سبب الاحتقان السياسي والاجتماعي الحالي منهيا كلامه بالقول متى ستتخلى الدولة عن هذه الظاهرة غير السليمة ويشار إلى أن التلميذ أي محفوظ اعتقل في مكناس نهاية شهر نوامبر الماضي بسبب تدوينة له نقل فيها كلمات أغنية عاش الشعب ليتم اعتقاله في نفس اليوم والحكم عليه منتصف شهر دجنبر الماضي بثلاث سنوات سجنا نافدا يقضيها في سجن تلال وغرامة ومصادرة هاتفه كما حكم على التلميذ حمزة أسبع بأربع سنوات بسبب كلمات أغنية نشرها على موقع اليوتيوب نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي ترجمة نانسي قنقر